الفعلم عشان كده قلت حركة الأنوان هزا ماجهة نو قبل أن أحسس أن باباها هو المحور في هذا الأطباء هو المفروض أنه هو الحضن والأمان والسند واحد عمال بيضربها مسافر طول الوقت لما يرجع كمان مفروض يعوضها ما بيعوضها وشبعانين يروح يتجوز بسرعة واللي يتجوز طب انت لسه متجوز واحد بقالك تعرفها شهر تيجي معاها كلياتا ضد أبنائك اللي هم المفروض أيتام إحنا كده بنتكلم ده الواحد لما بيلاقي حد يتيم بيعطف عليه طب انت بقى ابنك أو بنتك هي اليتيمة وبعدها ما تنسيش حضرتك أن في القصة فيه ليها أخ كان برضه موت من مخدرات وقالت في النص أنه هو توفي والبن ده ممكن يبقى سبب الأب طبعا ممكن يكون برضه هو عنده نفس الأحاسيس فبيلجأ وأنه عادي أن ابنه يتوفى الابن توفى في القصة هي حكت أنه لما جاءت لجاله بعد كده هو لقيته متوفى وكان في الأول بيهرب من البيت وكان دايما مش موجود لا وبعدين يجي يقولها هي ممنوع الخروج ممنوع الكلام في التريفون أصب بنات ببوز بعض وبنات ببوز بعض أكيد طبعا ممكن يكون ده بس إحنا ما منتكلمش أن هنا الأب نفسه بيتصرف تصرفات طبيعية مع الأبناء طب لو بنات ببوز بعض نعمل إيه يعني أنا عايز أعرف بقى دي تعامل إيه بقى في البيت عندي حاجة اسمها رقابة وعندي مين النوعية البنات اللي أنا عرفهم هو البنات ممكن تبوز بعض ولاد ممكن يبوزوا بعض بس الفكرة والرجالة والستانتات كل حد ممكن يعمل كده مع التين ولكن الفكرة نوعية الناس اللي أنا بختارهم فهو هنا يدور على بنته هل بنته فعلا عندها أصحاب أصحاب سوء فعلا أصحاب مسيقين إنما هو لا بيرائب ولا بيعمل حاجة هو بيقول شعارات عمال يتكلم عليها وخلاص عامل نفسه أنه هو يعني عنده الخلفية الثقافية ما لابت بوز بعض يبقى متغدش تليفون يمكن يكون مش عايز يجيب لها تليفون أهي أن كان والبنت راحت من وراء برضه وراحت جابت تليفون ووفرت من فلوسها وراحت جابت تليفون يعني برضه كل هذه التصرفات وهو نام على بودان